موسيقى طول عمري مش هزار بجد بجد يعني بقعد أسأل نفسي من أنهي بوابة من بوابات الجنة خرج علينا الأستاذ عمار الشريعي بالموسيقى بتاعته وكت أسمع حكايات عن الأستاذ عمار من والدتي عشان هما كانوا زملاء في كلية الأداب بجامعة عين شمس زمان فكت أسمع حكايات كتير عنه وطبعا ما كانش لي بقى حظ أن أنا قابله يعني عين صغير فكت أسمع حتى كمان عن خفة ظل والمعروفة والمعهودة إعجابي طول الوقت وأدأ أظن كل جيل يعني وأظن الأجال اللي بعدية والقبلية طبعا يعني إعجاب مذهل بموسيقى الشريعي خلي بالك المسألة النهاردة مش بس علشان عشر سنين على رحيل هذا الموسيقى العظيم والكبير والمهم وعميق الأثر لكن بمنتهى البساطة هو فعلا عمود رئيسي في الموسيقى المصرية والموسيقى العربية بشكل أكثر عمومية عمار الشريعي تقدر تعتبره وتوصفه وإنت قلبك جامد كده مش إنه صاحب بسمة موسيقية أو بسمة موسيقية كبيرة أو أهمة لا دراجل عمل تجديد كامل في شكل الموسيقى المصرية واخد بالك من كلمة الموسيقى المصرية وهنا لازم تقعد تفكر مع نفسك كويس هو إيه السر وراء إنه أهم مسلسلات عربي بين قصين مصري بطبيعة الحال تجد أن الموسيقى التصويرية وموسيقى التتر والنهاية عمار الشريعي فتجد إنه موسيقى الشريعي بجانب كلمات يا سيد حجاب الله يرحمه يا عبد الرحمن الأبنود يا الله يرحمه وبعدين صوت محمد الحلو ربنا يا ربي يديله الصحة دايما وعلي الحجار ربنا يديله الصحة دايما وبعدين حط بقى هنا إيه نقطة وسطر جديد لأ جر خط بقى إزاي عمار الشريعي عرف يعمل لنا موسيقى متعلقة بوجداننا الوطني مش وجداننا الثقافي والفني والموسيقي الوجدان الوطني يعني موسيقى عمار إزاي تقدر تحرك وجدانك وحسك الوطني طول الوقت طول الوقت وهنا مش بقولك إنها الموسيقى بتاعت وجدانك الوطني المرتبطة مثلا برقفة الهجان أو دموع في عيون وقحة لا يا راجل إنت لو عادت سمعت موسيقى عصفور النار وهنا الواحد يفتكر بكل خير ويخص بالذكر أستاذة أردوس عبد الحميد اللي غنت مع عمار الشريعي تترات عصفور النار طبعا هنا بدتكلم بقى على إيه الأستاذ محمود مرسي ربنا يا رب يرحمه العملاق العظيم الكبير أهم ممثل في تاريخ مصر أهم ممثل قاطبة في رأي المطاعدة بس محمود مرسي ده أصله ربنا يا رب يرحمه ده حدوتة حدوتة كبيرة بس محمود مرسي ده لازم يتعمل عليه فيلم السينما مسلسل كبير لازم يعني طيب فهنا تقعد بجد تقعد تفكر هي المسألة مش في أنها موسيقى جميلة أو عشرات الأغاني أو مش عارف ألحان أهم وأكبر المناسبات لا عمار الشريعي حاجة مذهلة ونقدر أقولك على سبيل مثال أنا من الناس بقى اللي بتحب إيه بقى مش بس موسيقى عمار الشريعي ما أحفظ اللقب طبعا لأنه كبير قوي عندي وعندي طبعا ملايين المصريين بس فعلا كبير قوي عندي أنا بحب صوت عمار الشريعي بعد أسمعه بسمع الأغاني القليلة والنادرة اللي غناها الأستاذ عمار عايزك تسمع صوت عمار الشريعي هو بيغني مفعا ممتلق ممتلق مشبع مشبع بالعاطفة وبالإحساسة